اشتركوا في القناة الحساسية الشديدة لموقف انقرة من المصير المجهول مدينة ادلب السورية اخر معاقل المعارضة السورية ولعل اخر تلك التصريحات كانت اشد وضوحا لناحية موقف الحكومة التركية اذ يقول ياسين اغطاي مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية ان اي هجوم على ادلب هو هجوم على الدولة التركية تركيا والتي تتخذ عبر اجندتها السياسية موقفا رافضا لشن اي حملة عسكرية في ادلب تؤكد ان ذلك سيؤدي الى كارثة انسانية وحالة نزوح جماعية وسيتحمل عبئها الدولة التركية قد لا تملك انقرة متسعا من مساحات خلافية مع موسكو بعد تعزيز علاقاتها على المستوى السياسي والاقتصادي لكن هذا لا يمنع من تعزيز فرص الحلول والجهود الدبلوماسية لاجاد صيغة سياسية بشأن ادلب وستكون زيارة الرئيس التركي رجل طيب اردوغان الى سوتشي للقاء نظره الروسي فلاديمير بوتين بمثابة سعي تركي سياسي للوصول الى تعاون وحل مع موسكو يجنب ادلب شبح الكارثة ولعل فشل قمة طهران لثلاث آستانا هو ما دفع بالتركيا لتعزيز حشود عسكرية نحو نقاط المراقبة في ادلب من بينها معدات هجومية وفقا لبعض التقارير انقرة والتي تعتبر ادلب ذي اهمية استراتيجية وعمقا لامنها القومي اذ لا تبعد المسافة بين ادلب الريحانية في اقليم هاتي التركي اكثر من خمسة واربعين كيلو مترا انها مخاوف التركيا والتي تتمثل في استغلال بعض الفصائل الكردية من اقامة ممرات لها وهو الامر الذي لن تسمح به تركيا حسب الرئيس التركي في معظم خطابته ستبذل تركيا اذا ما بوسعها لحماية مصالحها وتحييد ادلب من مستقبل كارثي وتبقى المسألة رهن الوصول الى تفاهمات دولية واقليمية حول هذا الموضوع بقي امانا من عمان الخبير والعسكري والاستراتيجي اللواء فايز دويري وفي الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد عمر كوش ورحب بك سيد عمر مسألة خير ادلب ليست كحلب ولن نسمح بتكرار مجزرة حلب هذا مخرج من تصريحات على لسان نائب الرئيس التركي ياسين اكتاي لايت المسألة خير لك وليضيفنا من عمان والمشاهدين جميعا يعني هذا التصريح الحقيقة يعكس اهمية ادلب بالنسبة طبعا لتركيا ولامنها القومي خاصة ان هناك طبعا كما يعلم الجميع تحضيرات عسكرية وحشود حتى اعلامية الحقيقة من اجل التهيئة الاجواء لخوض معركة طبعا في هذه المنطقة المكتظة بالناس العزل والمدنيين والعسكريين والمهجرين قصريا وبالتالي تركيا الحقيقة ترى ان اي معركة من هذا النوع سيدر اولا بمصالحها القومية ومصالحها الامنية وايضا سيجعل النظام والميليشيات الايرانية وايضا الروس على الحدود مباشرة طبعا معها وهذا يعني ان قاصرتها الجنوبية اصبحت في مرمى النيران وربما طبعا ايضا تحسبا لانه عندما يتخلص الروس والنظام يعني اليوم ربما الفارق الوحيد بين ادلب وحلب هو النقاط العسكرية التركية والتعزيزات العسكرية على الارض لانه فعاليا حلب ايضا تجاور تركيا وكنا دائما ما نسمع هذه التصريحات ليس فقط من تركيا من دول العالم ككل بانه الجميع يقف مع القضية السورية يعني اسمع كلامك استعقب اشوف افعالك استعقب على فوق يعني بالنسبة للدول الحقيقة اعتقد اولا من ما يحسب اليها وما تحسبه هو مصالحها القومية والامنية اولا ثم طبعا هناك تقاطعات في المصالح يعني نحن كسوريون هناك لدينا مصالح ايضا تتقاطع مع تركيا وتتقاطع مع دول اخرى لكن تركيا اقرب ربما دولة تتقاطع مصالحها مع الثورة ومع الناس خاصة وانها الان الحقيقة يعني تبدل جهود جبارة من اجل منع اي هجوم عسكري على ادلب طيب سنتوسع في هذا المحور ولكن دعنا نسمع رأي ووجهة نظر اللواء فايز دواري غدا سيلتقي الرئيس التركي بنظيرها الروسي في سوتي الكريملين اخرج تصريحات مفادها بانه اللقاء سيكون حول العلاقات السرائية وسيتطرق الى ملف ادلب الشاعك ما رأيك؟ يا سيد يعني فيما يتعلق بادلب تحديدا اذا عدنا الى نبرة التصريحات الروسية التركية خلال الثلاثة اسابيع الماضية قبل قمة طهران اثناء قمة طهران بعد قمة طهران انا لاحظت فيها تغيو ارتفاع نغمة او وطيرة التصريحات التركية مقابل تراجع صحيح في التصريحات الروسية والايرانية ايضا نعم انا هنا احيد ايران دعنا نتحدث عن اللاعبين الرئيسيين انا لا اقفل ولا اقلل من الشأن الايراني ولكنه يبقى جهد ثانوي صحيح الحديث الان امام قوتين روسيا من جانب لانه قرارها يغطي القرار الايراني وقرار النظام وبدونها لا يوجد قرار لايران والنظام في المقابل هناك قرار تركي الان هذا يعيدنا لما تحدثنا بجزئيات في الجزئ الاول الحراك الدولي بناء القوة الدولي الحديث عن ضربة وانت طرحت اكثر من مرة هل هي مرتبطة بالكيماوي ام لها وظائف اخرى هذا يجب ان نضعه في جانب قوة التصريحات التركية يعني انت ترى بان الحراك الدولي يمكن ان يساعد تركيا في ابراز موقفها وتقديمه بشكل اكبر يا سيد الان تركيا بدأت تشعر انها ليست منعزلة وان الغرب لم يتخلى عنها بالمطلب قد يكون له اسبابه ولكن اسباب الموقف التركي والموقف الغربي قد تتوحد اذا بمعنى اخر دعنا نقول الحديث الالماني عن انتشار طويل الامد الحديث البريطاني الامريكي الفرنسي هذا يشد من عبد اردوغان ويجعل موقفه متصلب الى حد ما امام الرئيس بوتين اذا عدنا قبل تسابيع بوتين اعطى اردوغان وطالبه بتقديم تناسلات مؤلمة واعطاه مهلة عشرة ايام ولكن هذه المهلة دخلنا في اليوم الثاني والثلاثين الان في هذا اليوم دخلنا باليوم الثاني والثلاثين اذا دعني اقول انه الان التفاوض فيما يتعلق انا كما اقرأه اقول يحاول اردوغان ويحاول بوتين كلاهما ان يحصل على النصيب الاكبر من مصالح السياسية ولكن سيحاول الالتقاء على نقطة وسطية انا ارى النقطة الوسطية كالاتي ان يتم تأمين الطرق الرئيسية اللاذقية حتى حلب وتكون مسئولية تركية وطريق حمص حماح حلب وتأمينها مسئولية تركية ان لا تكون عليها اي عمليات امنية معيقة الامر الاخر ان تتولى تركيا بالتزام حقيقي ان تحل مشكلة جبهة النصرة والان هذا يقودنا الى الميكانيكيات والميكانيكيات ستكون بيد سوريا بمظلة تركية اي بمعنى اخر سيتمح اردوغان سيتمح اردوغان بوقف العملية العسكرية وعدم انطلاقها مقابل تعهده بتصفية جبهة النصرة باستخدام قوى المعارضة السورية الاخرى جبهة تحرير سورية الجبهة التحرير الوطنية وهناك دعم تركي خاصة ان موازين القوى البشرية تميل لصالح المعارضة لانه 13 الف مقابل عشرات الهلاف سيد عمر ما المقترحات التي يمكن ان يقدمها غدا اردوغان خلال لقاءه لفلاديمير بوتين حول ادلب يعني هذا اللقاء سيكون مهم جدا لتقرير مصير المدينة خصوصا بعد الجدل والخلاف الذي وضح خلال مؤتمر طهران بالتأكيد طبعا ستكون هذه القمة الثنائية هي مهمة جدا باعتبار انها تعقب الفشل الكبير الذي طبعا رافق قمة طهران والتباعد الكبير الحقيقة في المواقف ما بين روسيا وما بين طبعا تركيا وايضا ايران وتركيا ماذا يحمل اردوغان في جعبتين غدا؟ بالضبط غدا اللقاء الحاسم في اعتقادي ستمحور تحت سيناريوهين السيناريو الاول وهذا طبعا الحقيقة ربما هو المرجح ان تتولى تركيا عملية عسكرية طبعا بمشاركة الفصائل فصائل ما يسمى جبهة وطنية للتحرير الموجودة في المنطقة لقيام بعمل عسكري طبعا ضد المتطرفين او ضد المتشددين من جبهة النصر الرافضين طبعا لمسألة الاندماج وحل جبهة فتح الشام هذا طبعا سيناريو الحقيقة ايضا مكلف يعني وهناك مخاطر كبيرة بالنسبة لهذا السيناريو وسمعت الحقيقة او قرأت بعض الخبراء الروس في هذا المجال يبدو ان هذا السيناريو يعني اقرب الى التطبيق لكن متى وكيف وهل ستكون هناك مشاركة روسية مثلا في الطيران ام الامر يقتصر فقط على تركيا والفصائل الجبهة الوطنية للتحرير هذا يعني الحقيقة سيكون يعني مدار بحث اساسي غدا لكن السيناريو الثاني وهو الذي طبعا تحبده موسكو وتريد ان تطبقه هو ان تقوم بتقسيم ادلب الى عدة مناطق او منطقة المنطقة بشكل عام مثلا يريدون عزل جبل الاكراد باعتبارها مجاور لقاعدة حميم اولا وللاذقية ثانيا كي يدخلوا الى المحور الثاني والذي هو عبار عن جسر الشغور والمحور الثالث هو سهل الغاب هذه المنطقة سهل الغاب جسر الشغور يعني جبل الاكراد تهم كثيرا طبعا اولا روسيا ثانيا ايضا النظام لكن هل ستشارك ايران ام لا يعني سمعنا تصريحات متناقضة من المسؤولين الايرانيين هل يمكن ان تستغني تركيا عن مطالبها مقابل مكاسب سياسية اخرى ربما تتعلق بمناطق درع الفرات وغصن الزيتون ايضا هنا الحقيقة يعني باب للصفقات والتفاهمات هل التفاهمات بالفعل ستمتد الى ما حازت عليه تركيا الان وهو درع الفرات وغصن الزيتون وهذا خوف تركيا الحقيقة الاساسي من ان اي اجتياح لمنطقة ادلب هذا يعني ان المنطقة التالية هي غصن الزيتون ودرع الفرات وبالتالي يعني تخسر تركيا كل ما طيب بتقديرك هل تتخلى لواء فايز تركيا عن مطالبها مقابل مكاسب اخرى يعني يقول ربما موضوع مرجح ولكن تركيا ان تخلت اليوم عن ادلب ربما تتخلى غدا عن غصن الزيتون مناطق غصن الزيتون وبالتالي مناطق درع الفرات يعني اولا ما هي المكاسب التي يمكن ان تحصل عليها تركيا يعني اذا عدنا الى حلب وهناك علامات استفهام كبيرة على الموقف التركي في حلب اعتقد ان كان درع الفرات مقابل احياء حلب الشرقية اذا تركيا حصلت على ما يقارب في البداية 2200 كم مربع وبالتالي زادت هذه المساحة هذا كان ثمن حلب الشرقية ثم كانت غصن الزيتون لا لم يكن مقابلها ثمن غصن الزيتون كانت لدرع خطر معين وبالتالي الان ما هو الثمن الذي سيقدم لتركيا اذا ما دخلت هذه القوات وقوات البيكيكي يمكن ان تكون موجودة اذا سوريا تركيا فقدت كل شيء تركيا ترفض وجود اي وجود كردي متماسك غرب نهر الفرات اذا ما هو الثمن انا لا ارى ان هناك ثمن يقدم لتركيا لا الان تركيا تحاول ان تحيي اتفاقيات القديمة مع سوريا سواء القديمة قديمة او حتى في زمن حافظ الاسد عندما سمح للجيش التركي بان يدخل 35 كيلومتر لتنفيذ ايات عمليات عسكرية من اجل الحفاظ على الامن القومي مع التعزيزات العسكرية الملحوظة التي ترسل بها تركيا الى النقاط الاثنى عشر العسكرية في محيط ادلب هل تتوقع ان تدخل تركيا غمار عمل عسكري في اطار حماية ادلب من اي هجوم يا سيدي هذا يعتمد على طبيعة تركيبة القوات المهاجمة انا قلت لك في البداية انا اتوقف امام الموقف الروسي ولا اتوقف امام الموقف الايراني رغم اهميته ولا اتوقف بالمطلق امام موقف النظام لانه لا يوجد هناك نظام انا اقول اذا كانت القوة المهاجمة مدعومة جوا من قبل روسيا ومستشاري الروس على الارض هنا تركيا في مأزق لانه ستصبح مواجهة رئيسية مع روسيا وبالتالي اعتقد ان احد ازباب الزيارة ان لا تقوم روسيا بتغطية العمل العسكري ان كان في عمل عسكري لان اذا لم يكن هناك تغطية روسية فالتركيا نعم النقاط الرئيسية والقوة التي تبني بها سواء داخل ادلب او على الحدود هذه ستكون قوة تقاتل وستحول دون تحقيق تقدم ستكون قوة رديفة للقوات المعارضة لا اقول ستكون في المقدمة لكنها كعملية غسن الزيتون كانت هي قوة رديفة مساعدة داعمة اذا الان هذا يعتمد على الورقة الروسية اذا بانتظار نتائج كمة الغد بالضبط طيب سيد عمر واضح بالفعل من خلال التعزيزات العسكرية الملحوظة بان الموضوع بالنسبة للاتراك ليس سهلا برأيك انت ايضا هل تدخل تركيا عملا عسكريا وكيف يرى اساس الاتراك هذا الموضوع ودوائر صنع القرار ايضا والصحفيين وما الى ذلك انا باعتقاد التعزيزات العسكرية يعني كانت الحقيقة موجهة الى نقطتين اساسيات النقطة الاولى هي الحدود السورية التركية وهذا ملحوظ بمعنى ان هذه القوات في حال اندلاع اي اشتباكات واذا حصلت موجات نزوح فبالتأكيد ستكون تقف في وجه هذه الموجات هذا اولا القسم الثاني من التعزيزات وكانت كبيرة الحقيقة وصل الى اولا النقاط العسكرية الاثنى عشر التركية ثانيا ايضا الى الفصائل يعني الفصائل المنضوية تحت ما يسمى جبه الوطنية للتحرير وبالفعل وصلت كميات من الاسلحة كبيرة جدا حسب الناشطين وحسب طبعا بعض العسكريين في منطقة ادلب هذه التعزيزات العسكرية ليست موجهة في حال قيام الروس بعمل عسكري يعني لن نتصور ان تركيا ربما تدخل باشتباك مع روسيا او مع الميليشيات الايرانية الا اذا طبعا الميليشيات هددت الوجود هذه النقاط طبعا وتصبح المسألة مسألة دفاع النفس هذا سيناريو بعيد الحقيقة باعتقاد هذه التعزيزات وهذه الحشودات العسكرية والسلاح الذي وصل الى فصائل الجبهة الوطنية التحريرية موجهة في حال خاضت معركة ضد جبهة النصرة لفصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفة وتصفية جبهة النصرة في حال تم التوصل لهذا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الكاتب والمحلل السياسية تركية سيد عمر كوش كما اشكر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز دويري شكرا لك على هذه المعلومات اللواء فايز كنت معنا من عمان مشاهدين كرام اشكركم ايضا على حسن المتابعة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وزور موقع الإلكتروني سيريا دوت تيفي لكم اللواء من فريق العمل أطيب تحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة